يحكى أن كان فيه ملك عايش في قصر بعيد على جبل مرتفع جداً وكان علشان هو عايش بعيد كان متفق مع التجار والفلاحين وكل الناس اللي بتورد له حاجات أنه هم يجولوا لحد القصر المشكلة اللي كانت موجودة أن الطريق اللي بيوصل لقصر الملك كان فيه حجر كبير سادد الطريق فكان كل حد يجي طالع للقصر سواء كان نجار سباك أي حد يلاقي الحجر فيحاول بالعافية يعدي من جنبه ويطلع للملك يقول له هو أنت بتعذبنا أنت ليه سايب الحجر ده في الطريق؟ ليه مش بتشيله؟ عدا يوم والتاني والتالت وشهر والتاني والحجر موجود في مكانه ما بيتحركش لحد ما في يوم كان طالع فلاح هيوصل خضار وفكهة للقصر فوقف قدام الحجر وقرر أنه هو يشيله ركن حكته على جنب وفضل بكل عزمه يزق الحجر بعيد عن الطريق لحد لما فضت طريق خالص وخلاه سالك ومفوش أي مشكلة رجع عشان ياخد الخضار والفكهة لقى كيس مليان فلوس وذهب استغرب قاعد يبص حواليه مين اللي حط الكيس ده فتح الكيس لقى جوار سيلة بتقول له علشان إيجابيتك أنا بكفأك الكصة دي تعلمت منها أنه دايما لو في مشكلة بتقابلني لازم أبص على الجزء الإيجابي فيها كل ما أنا أبقى إيجابية كل ما ربنا هيكفقني على الإيجابية دي أنت كمان أي مشكلة تقابلك في حياتك بدل ما تشتكي كتير خد خطوة وكن إيجابي أن أنت تحل المشكلة وأكيد ربنا هيكفقك